ما تفهمنا الدكتور بقى أن ندخل في ملف التكويد دي منظومة كبيرة جداً مصرح تمدتها ومن خلالها بقت تعتمد المزارع التصديرية أو المحاصيل التصديرية فهمنا كده ملامحها رسومها إزاي نتقدم لها إيه السبب إن هي النهاردة برضو عاملة مشاكل خلينا أكون صراحة مع حضرتك والدليل إن في محاصيل بترجع من المواني وهو لحركة الأسباب خلينا أفهم من أول إيه هي المنظومة هو يعني إيه تكويد الأول تكويد يعني إحنا بنتتبع الشحنة أو المنتج الزراع اللي بيتم تصديره من أول المزرعة لحد ما يوصل إلى المينة التصديرية الدولة اللي إحنا بنصدر لها كان في 2016 وفي 2017 مصر عانت بشدة من حضر من العديد من دول العالم على الصدرات الزراعية المصرية بسبب إن كان بيترفت شحنات لمصر بره وكانت الدولة اللي بتستورد ما بتبقاش عارفها مصدر الشحنة دي فين ومصر ما بتبقاش برضو الحجر زراعي ما بتبقاش عارف الشحنة دي جاي منين بالزبط فبتكون النتيجة إن الدولة بره تقول لك خلاص بدا من أنتم مش عارفين وإحنا مش عارفين يعملوا حظر على الدولة بالكامل أو على المحصول ده بالكامل من مصر منظومة التكويد بقى بتمنع داك خالص وبالإضافة إن منظومة التكويد إنها بتسمح للحجر الزراع المصري يعرف لو فيش وحنات رفضت بره نقدر نعرف سبب الرفض إيه ونقدر نوصل لمكان المزرعة اللي تصدر منها التتبع فنقدر نعرف إذا كانت المزرعة دي عملت إجراء خاطئة أو ممارسة زراعية خاطئة أدت إلى الرفض بره فبنوقف المزرعة عن التصدير وبنوجه المزرعة إنها تحل المشكلة بتاعتها وما بنسمح لاش بالتصدير مرة أخرى إلا بعد ما إحنا نتأكد إنها بقت سليمة علشان نمنع رفض الشحنات في الخارج علشان يبقى عندنا خريطة لكل المزارع التصدرية بتاعتنا إلكترونية بقدر شوفها وأنا قاعد هنا على مكتبي فلو في أي مزرعة تصدر منها المنظومة التكويد بتحدد لي إن الفدان دا هيخرج مثلاً 20 تن فراول افرد ربنا أكرمني وخرج 25 أعمليه بالخمسة الزيادة اللي برضو شروط تصدير تكويد المزارع بيتم إزاي؟ المزارع بيقول أنا عايز أصدر وعايز أكود المحصول الفلاني بنعلم طبعاً إن هيبدأ تكويد مثلاً التقدم بطلبات التكويد ابتداء من فترة كذا لكذا محصول مثلاً الفراول فبيجي المزارع يقول أنا عندي الصنف الفلاني وعندي المزارع بتاعتي مساحتها كذا وعايز أصدر فبتنزله لجنة متخصصة بتزل تفحص المزارع بالكامل بتشوف كل حاجة في المزارع الممارسات الزراعية الجيدة المبيدات اللي بيستخدمها تطبيق نظم المكافحة تطبيق كل حاجة ولو لقت عنده أي تقصير في حاجة بتوجهه يعملها وبتديره كتاب صغير كده إحنا اللي طبيعينه الحاجة الزراعية اللي عامله كتاب دي اعتبر مرجعة للمزارع فيه كل الممارسات الزراعية الجيدة اللي المفوض المزارع يلتزم بيها وفيه كل اشتراطات المزارع الاستراطات الدولة اللي عيوها هيصدر لها مكتوبة في الكتاب ده عشان يقدر يلتزم بيها هزا المزارع وبيبدأ من ضمن ده بنحدد الإحداثيات بالجي بي اس فبنعرف المساحة بالزبط بتاعت المزارع وبنان عليه بيتم تقدير الإنتاجية بتاعت المزارع على أرض الواقع بمعنى احنا ما بننزلش نكاود المزارع ونقدر الإنتاجية وهي لسا ما إنتاجتش ده بعد ما بتنتج طبعا بيبقى فيه بلاس وماينوس طبعا ما فيش كلام احنا بنتعامل مع منتج حيوي وبالتالي طبيعي جدا ان الصمرات حجمها يزيد حجمها يقل بس احنا دايما بنبقى في الصيف صايد يعني انا لو انا شايف ان المزارع عاديا انتاجية همية طن مثلا احتمال ان هتبقى مية وعشر بس انا بحسبوش العشر دو اه بس مش ممكن تبقى ميتين مش ممكن تبقى ميتين فانا بديله مثلا ان المية دول انا شايف ان المية دول هو المتوسط لو زادت هتبقى مية وعشرة ولو قلت هتبقى تسعين فانا بخليني في الاقل علشان أبقى ضامن انه هو ما يجبش محصول من اي مزارع اخر طبعا بالإجراء لو هو لم يحقق المية المية طن اللي حرك محددهم له في الورق واضطر انه هو يجيب من مزارع تانية لأ طبعا هو ده ممنوع وهو بماضي تعاهد بكده والقرار الوزاري الخاص بتكويد المزارع بيمنع ده نهائيا لأن ده بيفتح باب للتلاعب وبيضر وبيوسيء إلى سمعة الصدرات الزراعية المصرية وده احنا حالات احنا لقيناها فعلا في الفترة الأخيرة بنلاقي بعض الخطابات التخصيم أو اللي هي المستندات اللي طالع من المزارع بكمية معينة بعض المندوبين اللي هم بقى يعتبروا البروكرز أو اللي هم السمسرة اللي بيشتغلوا ما بين المزارع وما بين الشركة بدأوا يبقى فيه منهم ناس بتتلاعب في مستندات التخصيم تتلاعب في الكميات ده الرغم من المستندات التخصيم اللي بتطلع من الحجر الزراعي بتاعت المزارع بتبع العرق مؤمن لكن احنا فوجئنا ان فيه ناس بتعمل قشط وتعديل بالقلال كتبة للكميات عشان تصدر كميات أكبر مش تحت رقابة الحجر الزراعي ما تفحصتش ما تسحبش منها عينات دي جريمة اه فدي جريمة انا في الفترة الأخيرة دي حولت أكتر من شركة للنيابة العامة حولت أكتر من شخص من الناس اللي هم نيابة عامة نيابة عامة ولو فيه شبه التواطق من الشركة أو المزرعة في التزوير بش بس السمسار بنحول الشركة نفسها للنيابة طب القصة دي كلها هتنتهي امتى قريبا جدا بنحب نطمن ان السادة المصادرين ان احنا بنطبق بدلوقتي حاليا قريب جدا هنبدأ يتفعيل يعني المنظومة الإلكترونية بالكامل في الحجر الزراعي ويخلص الموضوع فالمنظومة الإلكترونية دي هتخلي من أول خطوة التقديم على الطلب لحد خطوة التصدير بدون أي مستندات حضرتك رجل عايز عندك مزرعة تصديرية عايز تصدر بتقدم طلب التكويد على السيستم الإلكتروني وانت قاد في مزرعتك وتدفع الرسوم بالفيزا كارد وانت قاد في مزرعتك الشركة عايزة تصدر بتقدم طلب التصدير وهي عدف مكتبها اللجنة بتنزل على اللوكيشن بتاع المزرعة بتاعتك اللي احنا عاملينه بالجي بي اس وبتنزل على اللوكيشن بتاع المحطة اللي هي اسم المحطة مسجلة عندنا تفحص الشحنة من غير أي تدخل منك ومش عايزين يبقى فيه أي مستندات بيننا وبين بعض هتكتب النتائج على تابلت وتعمل الشحنة أوكي هتروح مسماعة في الميناء إن الشحنة دي مقبولة هيطلع الشهادة أوتوماتيك إلكترونيا من المزرعة للمحطة للميناء عن طريق السيستم بتاعنا من غير ما حد يتدخل في النص إنه يمسك ورقة في إيده ولا مهندس حجر زراعي ولا بروكر أو سمسار ولا عميل احنا عندنا مساحة مكوّدة عند دي دكتور احنا عندنا دلوقتي طبعا على حسب المحاصيل احنا عندنا كودنا تمن محاصيل الحمد لله ده انضموا لمنظومة التكويد طبعا على رسوم الموالح الفراولة الجوافة العنب الفلفل الرمان البصل المانجة دول 8 محاصيل تصديرية خلال 23 إن شاء الله 24 التمن محاصيل هيبقوا 15 عنده في لهم التوم عنده في لهم الطماطم عنده في لهم الستوم في روس اللي هي النواة الحجرية اللي هي الخوخ والبرقوم والمشمش الفول السوداني بناء على طلب أوروبا الاتحاد الأوروب يجيشها في المنظومة دي عندنا طلب فورا اللي احنا عايزين نطبق المنظومة التكويد على الفول السوداني لأنه عجبته جدا المنظومة وقالونا يعني إن منظومة رائعة وعايزين نطبقها على صدراتنا صدراتكم للاتحاد الرميم الفول السوداني وهنطبقها خلال المسم القادم إن شاء الله اللي هو 23 ده بالإضافة للنباتات الطبية والعطرية الخمستاشر محصول دول لما إن شاء الله يكتملوا دول بيمثلوا يمكن 97% من حجم الصدرات الزراعية الطازجة في مصر ودول اللي ممكن يكون فيهم مشاكل بقية الأصناف بقى اللي بتتصدر ما بيجيش منها قصة مشاكل في منظومة التكويد للنباتات الطبية والعطرية إيه الفرق ما بين الشهادة لحركة تدهالي كراجل بزرع وبصدر وما بين الشهادة اللي بتدهالي شركات الاعتماد شركات الاعتماد الدولية مليهاش علاقة بإجراءات الصحة النباتية أو الحجر الزراعي قالينا إن نتفق أي منتج زراعي طازج يعني غد ما هوش مصنع شهادة دخوله لأي دولة هي شهادة الصحة النباتية اللي بتصدر من الحجر الزراعي ده البطاقة الشخصية بتاعته لو حضرك معاك فراولاية حتى لو كانت أرجانيك حتى لو كانت معمولة على أعلى مستوى من الجودة معاش شهادة حجر زراعي وما معهاش شهادة صحة النباتية لا تدخل الدولة قولا واحدا لو هي ما معهاش شهادة زراعة عضوية هتدخل الدولة بس على إنها منتج عادي مش منتج عضوي وبالتالي شهادة الصحة النباتية هي المستند الرئيسي والحصري اللي من غيره مستحيل تخش الشحنة أيا كانت جودتها يعني مش صحيح فكرة إن في بعض الدول بتطلب سلامة الغذاء وليس الحجر الزراعي؟ لا مستحيل في المنتجات التزيجة مستحيل العكس هو اللي يحصل أسوأ